أهلا وسهلا ومرحبا بكم على قناتنا الإخبارية الحياة ندعوكم للاشتراك وتفعيل الجرس وليك للفيديو ليصلكم الجديد والحصري وفي تصريح لبرنامج جاوب حمزة اليوم الأحدى أوضحت الناطقة الرسمية باسم محكمة أريانا فاطمة بوق الطاي أنه خلال القضية التحقيقية المتعلقة بالترويج تم حجز 3.22 غرام من مخدر الكوكايين لدى شخص في مرحلة أولى وتم حجز 80 غرام لدى شخص آخر إثر مواصلة الأبحاث وفي سياق متصل أكد أحد أعضاء هيئة القضاة المكلفين بقضية الكوكايين في تصريح لجاوب حمزة أن الصور المتداولة لمحجوز 850 غرام من الكوكايين عبر صفحات على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك لا يتعلق بهذه القضية بل يتعلق بقضية ترويج مخدرات أخرى عرفت بقضية الملاحة مشيرا إلى أن بعض الصفحات الأمنية أخطأت بنشر الصور وساهمت في مغالطة الرأي العام وفي تفاصيل قضية الملاحة فقد تمكنت فرقة الشرطة العدلية بأريانة المدينة خلال عملية مداهمة لأحد المنازل من القبض على شخصين إضافة إلى حجز 850 غرام من مادة الكوكايين إضافة إلى 700 غرام من مادة الماريخوانة وآلات وزن